بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة وآخرتها الظاهر حنرمي الفوطة إبراهيم أهلا بك أمشاه مهندس وأهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الإثنين من ملك وكتابة الحلقة 851 المهندس عدلي راجع لنا من أجازة قصيرة عشان يرمي الفوطة ده كلام حمدل على السلامة الله يسلمك ربما كانت الأجازة أولا يعني بمناسبة حمدل على السلامة يعني ما أقدرش أقول أكتر ما كان فضل الله عليك كبير الحمد لله يعني أرصى كده كلنا لازم نفى من إحنا قد كده وصغيرين حمدل على السلامة ألف سلامة استحميني بقى في لأن أنا كتفرصة للتأمل في المشهد حل فاكتشفت أن إحنا لما لقيت لعب في كأكاس العلب في قطر خرجت المغرب منتصرة فنياً هي والسعودية وخرجت قطر منتصرة تنظيمياً وثقافية من التنظيم طبعاً تفقلت قلت لعله خيراً أن نستفيد من التجربة ونغير ونبتدي نشتغل اللي حصل إيه من الغار إخوانا العرب الدور السعودي فكروا بقى عملتلي كأس العالم هعمل لك أنا العالم حلو حلو كله بيطور وبلا هوادة وبانطلاقات عشان تلاحقها لازم تبقى في أحسن حالاتك بينما نحن غارقون في الانتماءات غارقون في السطحية غارقون في القضايا الهيفة غارقون في نفرج الناس علينا في خناءات مفتعلة غارقون في إفراز أسوأ ما لدينا إعلامياً على السطح تجار الكراهية والسباب والشتيم وتزوير التاريخ دول اللي بتصدروا مشهد وبزكاء الإعلام الخليجي يتلقفها وتجد بيأججوا تكريس الخلاف بين الأهل وزمالك في الإمارات ويقول لك هو الأهل بيتعامل كده ليه والزمالك بيتعامل كده ليه ليه طبعاً ما هو ينتزع منك قوتك النعيمة في الرياضة وكرة الخدم يوصل المئة مليون أنت عارف تقوم تقول طبوحني إيه اللي عملناه من كاس العالم الأخير حتى اليوم تكتشف يلا كلنا نغرأ هاخدك هاخدك أن المسؤولون عن الكرة وكأنهم يستمتعون بهذا المشهد ما يحدث يا كابتن فضل النادي الآلي وإن كان فيه لحظة ما تعتقد أنه رجالات الأهلي في دماغك ده نموذج لواحد كان من الممكن أن يكون إضافة كبيرة الذي قدمك إلى المعترك الإداري المصري والقومي هو النادي الآلي في سقة منه فيك وأنت تملك هذا عايز بقى تظل كده خش في الصراع بتاع الهجوم والشتيمة والتجاوز في حق الناس عندما يصف النادي الآلي لو عنده خمسة في المئة احترافية كان عمل وساوة وعلق على كلام اللي احنا قلناه في موضوع كده يعني حجاه يزهولك لأنه لو هو عنده خمسة في المئة قراءة للإحترافية كان أرى كان أرى ما قلناه جيدا لكن هو أراد ولا ولا يعني جدوى من أنك أنت تتكلم في أمور أنا عارف ردة فعله الرجل اللي خبط في الحيطان عشان اختلف مع حد وأنت بتكلمه مش هتقدر تخليه تراجع أو يمشي كما ينبغي أن تكون له قيمته الكروية والثقافية يملك لكن هل يريد خليه في دائرة الانغلاق على تصفية حساباته المشهد الآخر أستاذ إبراهيم أنت هتجبها دي في في الاستدعاءات واللي عندنا فقرة ليه عشان محرقهاش أنا استدعاءات الدولية الموضوع موجود موجود فمش هتطرق على الغرابة التي يتم تداول بها هذا الموضوع أنا بس لفت نظري أنه هو وهو بيزيل عن نادي الآهلي ووطنة الآهلي في هذا الأمر ويدي لك تشبيهات غير مفهومة غير منطقية ليأتي إعفاء محمد صلاح لقرحته عشان يقول لك لا دوارد جدا أن النجوم الكبار والنجوم اللي عندها أهداف لما يكون عندك ماتش ودي مبارضة حسين حصل مع أسيوبيا تقدر تعمل كده أنت عارف أن سنغال ريعت فريقها بالكامل وبتلعب بالمحليين وبعض الصاعدين والراجل كان منطقه العجيب في هذا الأمر الصادق جدا الذي كنت أتمنى أنه فرصة وجدتنا لحد عندنا عايزين نكرم أو نجرب نجوم جديدة يمكن يطلع منهم حد هي دي المرحلة دي أنت في المرحلة دي دي الوقت أنك فرصة تعمل صفتين أنا معرفش هتنتقل على أي المشكلة لكن أنا اللي بين الأهلي والاتحاد يحل لكن التداول والإساءة للأهلي هو اللي مضيقني طب إيه لقد ده برمي الفوطة بقى رمي الفوطة أنك أنت مش عايز تصلى حاجة أنت عايز تفضل تمسك في قضايا فرعية وأشخاص وتفضل وأنت تملك القرار يعني دور المحترفين بتاع الدرجة التانية هنشعر فين هيمشي ولا مش هيمشي وخدت رأي الأندية وإذا كان عندهم أسباب موضوعية ما تسمحهم وتخلصنا من الليلة دي بقية الانتزامات والتشابك الإقليمي والدولي أنت ليه مش عايز تكون شفاف أنت ليه عمال بتساعد الغلط أنت ليه عمال بتساعد المخطئ وتعاقب اللي ماشي صح أنت ليه مش عايز هو الإسماعيلي ده مش نادي مصري طب ما بيلقاش نفس الرعاية عشان تخلصه من مشاكله اللي إيه كما سئولين ما انت واقف وهو بتحاول تحل وبتحاول تجيب فلوس وبتحاول تدعم والتصرحات اللي تقالت خلاص على ما تشوف قالك المجموعة من رجال الإعمال بالتنصيق مع الوزارة والجهات المسؤولة هيقدروا يخرجوا الزمالك من أزمته المالية وقد يساعدوه فيما هو قادم من الالتزامات ده مطلوب بس مطلوب كمان تشوفوا إيه تالأندية مطلوب كمان ما تجيش على اللي ماشي صح وتعاقسوا ليه بتعاقسوا وبعدين بمباركة من بعض الناس اللي كانت تنتمي إلى المسؤولية العامة لمجرد أن بنى من الأهل بعض المواقف يخليك تشعر ماذا استفدنا نحن من التجربة بتاع كاس العالم الأخير أنا قلتلك دول يستفدوا إيه تعرف أن المغرب مش بس تفوقت في مجال الدولي في الرجال ده عملت فرقة للسيدات في خلال السنة وللعب سيمين فينال كاس العال هل ده؟ وليه وكورة الصلاة وكورة الصلاة وكورة الصلاة ده دي تفرة يا إخواننا دي سياسة دي ناس عملت حاجة واشتغلت وفاجأتنا دي ناس بتشتغل للصالح العام إنما أنتوا سابين الإصلاح وجايين على اللي ماشي عيدل عشان تعاقلوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر